اشتركوا في القناة نصوب لكم وصفات اللي غادي تستفدوا منها وغادي تنال إعجابكم بإذن الله وأول وصفة اللي هي دجاج الكنتاكي منزلي اللي كيجي أكتر من رائع والقرمشة يعني بدون كونفليكس اللي هما رقائق دورة غادي تشوفوا معي هالطريقة السحرية ما لكم غير تتبع معي الفيديو للآخر وطبع الحال إذا كنتوا أول مرة وتشوفوا القناة نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس باش دائما يوصلكم كل جديد كيف ما كتشوفوا بالنسبة للمكونات أو الأشياء اللي غادي نحتاجها اللي متوفر عندي يعني اللي متوفر عندكم إلا كانت متوفر عندكم دجاجة ممكن تقطعوها إلى ثمان أجزاء إلا ما كانت متوفر عندكم يعني الدجاج متوفر عندكم اللي متوفر عندكم في الدجاج ديرو غادي نحتاجوا جوج الأكواب ديال الياغورد طبيعي واحد الملعقة كبيرة من المستردة أو الخردل وبالنسبة لتوابين غا نحتاجوا إلى الفلفل الأسود والزنجبيل وبودرة التوم وبودرة البصل والبابريكا الحلوة والملح والماء غادي تشوفوا الماء غادي نخفوا به هذك الياغورد أو لهذاك الزبادي طبيعي أول شيء غادي نجيب واحد الأنية اللي تكون عريضة غادي نوضع فيها هذك الزبادي أو لهذاك الدانون في حالتي لا متوفرش عندكم أو لا ما كانش متوفر نهائيا تقدرو تستبدلوه باللبن أو لا الحليب الرايب أو لا تديرو الحليب غير هو منين غادي تديرو اللبن تضيفو معاه واحد نص حمضات عصروها أو لا إلا كنتو غادي تديرو الحليب تضيفو معاه واحد المعلقة كبيرة ديال الخل هنا كيف ما لحتو هذك الياغورد طبيعي غادي نخفو بالماء حتى كيوصل هذك هذك القوام اللي كيكون في حال شكل ديال الرايب وصراحة بالياغورد طبيعي أحسن أنا كنشوفوه أحسن لأنه جربتهم بثلاثة أحسن واحد عجبني هو بالياغورد ولو أنه كلهم نفس النتيجة ولكن هذا أنا كنشوفوه يعني كيعطيوه واحد الطعم أحلى سافي إلا كنتو متوفرة عندكم بودرة المسترداء تكون أحسن لأن مني كتكون بودرة تحتوى حدنكها مميزة أكتر أنا ما كاش متوفرة عندي درت غير الكريمة ديالها سافي من بعد غنضيف توابل بغيتو تخلطوهم في الخلاط الكهربائي سوف يكون أحسن يوفر عليكم حتى في الوقت سافي في هذه الأثناء كيف ما كتشوفوه بعد ما غنضيف هذه المكونات كاملة سوف نجيب هذه القطع ديال الدجاج اللي فيهم العدم كيف ما كتعرفوه هذه القطع هذه كتكون حداء الركبة يعني في خط كنحيدو الركبة ديال الجاجة وكنناخد هذه الجهة اللي فيها الهبيرات اللي فيها للحم بالنسبة لهذه الفيلة كيف ما كتشوفوه إذا كانوا القطع اللي كيكونوا غلاط كنفلحهم غير شوية أما اللي كيكونوا الرقاق لا داعي كيف ما لحتوها دكلي فيهم العدم ضروري كنفلحهم شوية أو لا كنفتحهم شوية بش يدخلوا فيهم توابل سافي كان هنايا في هذه الأثناء كنحاول ندخل هذه التوابل جيدا مع الدجاج وغادي نخليهم إيلا بغيتو تخليهم ليلة كاملة من الأحسن بغيتو تديروهم بحال دبا في وجبة العشاء أو لو تديروهم في الغداء كياخدوا واحد من ساعتين حتى ثلاثة تسوية كل ما بقى كل ما كيعطي واحد للمضاق رائع سافي غادي نغطي بلاستيك الغدائي وغادي نحتفظه في الثلاجة مدة ديال ساعتين ونصر ثلاثة حتى لاربعة تسوية مشي مشكل هو ما كي يعني ما كنحاصروش في واحد الوقت محدد ممكن تخليه ليلة كاملة سافي هنايا بعد مادة ثلاثة تسوية بالنسبة للدقيق غادي نحتاج إلى كأسان ونصف من الدقيق وغنزد عليهم نصف كأس من الميزنة أو الانشاء ديال الدراء ونفس التوابين اللي درتهم للدجاج غادي نديرهم في الدقيق اللي هو بودرة التوم بودرة البصل بابريكا الحلوى والفلفل الأسود والملح والزنجبيل وغادي نخلط المكونات كاملة في حالة الشكل غير هو المكان اللي غادي نحط فيه أنا يا اللي بغيتوا تديروا البيض لكم بالاختيار بغيتوا تديروا الماء هي بجوجهم غادي تخرج لكم نفس النتيجة فهذا الأثناء أنا حطيت الزيت كي يسخون على نار متوسطة ما تكونش عالية وما تكونش ناقصة متوسطة صافي كيف ما كتشوفوكا ناخد قطعة الدجاج غادي نبدأ اللي فيهم العظم غادي نبدأ كن نديرهم دقيق أولا ومن بعد غادي نغطصهم في الماء ومن بعد غا نرجعهم للدقيق وكيف ما كتشوفوكا نبقا نخبط هذك الدجاج حتى كيدير هذك الكتل ديال الدقيق وما اللي كي يعطيوك هذك الشكل في حالة فيه الكونفليكس ولكن رفحل هذي هالطريقة الأصلية باش كيدرو بها دجاج الكنتاكي أو الكافي صافي هنا غادي نخليها كالطيب المدة اللي غادي تستغرق هي ما بين 13 دقيقة حتى 15 دقيقة بالنسبة للطروفة ديال الجاج اللي فيهم العظم إلا بغيتو تغطيوها غير ميلو هذك الغطة مش تغطيوها باش ما ينزلش على هذك البوخر غير ميلو هذك الغطة ديالها إلا بغيتو ما بغيتوش خليوا حكا كريانا رغب طيب على خاطرها صافي هنا كيف ما كتشوفو بعد ما كملت الكيمية كاملة بعد ما سالت القطع الدجاج اللي فيهم العظم كنحيدوهم أما لفيليرا كيطيبوض غياما كياخدوش واحد الوقت كبير وصراحة ما كين محسن من شي حاجة كتصوبوها بيديكم وكتكون قية وكتعرفوا المكونات اللي حطتوها فيها وكتطلع المدق ديالها حسن من ديال براء 100 ألف دراجة صراحة وهذي هي الكيمية اللي خرجتلي وهنا نقدر نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو هذا هو الشكل نهائي ديال الدجاج لكينتاكي ورافقتو بهدوك البرجر صغار غادي نزل لكم ان شاء الله الفيديو ديالو بعد هاد الفيديو ان شاء الله ان شاء الله ننتظروا دائما معي الجديد اللي يكون علاقة الايد وفي المتناول ديال الجميع غادي نوريكم سدور الدجاج كيف الجو من الداخل طيبين مزيان وكيبقوا محافظين على ديك القرمشة والمدق ديال هم اكتر من الرائع والله يعني بدون حلفان الواحد خسو يجرب عادي باش يحكم وان شاء الله ننتظروا معي واحد المفاجأة بإذن الله غادي تكون في أيام ديال العيد ما نقدرش نحدد لكم اول يوم العيد اول تاني يوم العيد اول تالت يوم العيد غادي تكون واحد المفاجأة اللي غادي تعجبكم بزاف 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 نتمنى انكم ما تنسونيش في الدعم وبالنسبة الناس اللي اول مرة يشوفوا القناة نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس باش دائما نوصلكم كل جديد وتعليقاتكم واللايكات ديالكم كتحفزني باش دائما نطور من القناة ونجيب لكم افكار جديدة اللي تعجبكم وتنال اعجابكم نخلكم في امان الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة